تطفو المشاكل الأمنية على سطح الوضع العامل الموصل حيث بدأت تظهر نوايا الميليشيات والجماعات غير القانونية على مشهد المدينة كل ذلك سببه تأخر عملية استعادة الجانب الأيمن لا تزال الأوضاع غامضة في مدينة الموصل فبالرغم من تحرير الجانب الأيسر من المدينة إلا أن عمليات استعادة الجانب الأيمن لم تبدأ بعد من جهة أخرى أكد عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار اكتمال خطة التحرير للساحل الأيمن لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش مرجحا انطلاق عمليات التحرير في الأيام المقبلة وإلى الأحياء المستعدة الأمن لم يستتب بعد حيث لا تزال الخلايا النائمة تمارس نشاطاتها الإجرامية تجاه القوات الأمنية والمدنيين فيما تستمر عمليات الاعتقار والتطهير في تلك الأحياء حيث تم القبض على مجموع 28 شخصا بتهمة الانتماء لداعش في أحياء السكري والبكر هذا من جهة أما من جهة أخرى فيبدو أن صراعا آخر يطفو على السطح حيث نشب اشتباك بين قوتين حكوميتين أثناء تفتيش أحياء النور والسكر بسبب خلاف على أحقية سلطة المناطق وعلى صعيد منفصل هدد زعيم ما يسمى بالحجد المسيحي أبناء القبائل العربية في قضاءة الكيف شمال الموصل بمغادرة القضاء وترك منازلهم وقراهم خلال مدة يومين وفضلا عن كل ذلك فإنه لا توجد قوة موحدة متماسكة على الأرض تعمل على فرض الأمن واستتبابه وتسعى لتنظيم الشؤون اليومية للمواطنين وتأخذ على عاتقها المسائل الإدارية بل أصبح المدنيون في ظل وجود قوات وتشكيلات عسكرية متعددة وغير متجانسة في الغالب مهمتها حربية هم الضحية الأولى والأخيرة ويدفعون الثمن من حياتهم وأمنهم واستقرارهم غاليا لقناة الفلوجة عبيد الشريف